تشارك مصر في العديد من الفعاليات الدولية التي تهدف لمواجهة التغيرات المناخية كما تلعب القاهرة دورا مهما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي لتوحيد صوت القارة الإفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ جهود كبيرة تبذلها الدولة واهتمام بالغ طوليه للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها عالميا ودائما ما تدرس مصر تطور قضية تغير المناخ على المنطقة وعلى مختلف دول العالم حيث تتاجه سياسة مصر لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ أعلان ريو دي جانيرو وخطة عمل بالي وبخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية وفيما يتعلق بمسؤولية الجهات المعنية بالتلوث في تحمل تكلفة والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل تكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية ولعل من أبرز إسهامات الدولة في مسألة تغير المناخ استضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 حيث جاءت المقرارات الختامية للمؤتمر لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بالمؤتمر وإنما أيضا على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ حيث حافظت مصر على مكانتها وتأثيرها في القضايا العالمية هذا وشاركت مصر في العديد من الفعاليات الدولية التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية ومنها قمة محيط واحد والتي أقيمت في مدينة بريست الفرنسية حيث أكدت مصر خلال مشاركتها على أن تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة كما شاركت مصر في العديد من القمم الأخرى المتعلقة بمسألة تغير المناخ ومنها المؤتمر العالمي للغابات الخامس عشر بكوريا الجنوبية في الثامن من مايو من عام 2022 ومؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر بالعاصمة الإفوارية أبيتجان بالإضافة لذلك تلعب مصر دوراً مهماً في ملف المناخ على المستوى الإقليمي فكان لرئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة دور مهم في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة واستمرار العمل على تنفيذهما